وخلال اتصال هاتفيين بنشرة سابقة أكد محميد المحميد الكاتب والصحفي بجريدة أخبار الخليج أن السلطات القطرية تنتهك حقوق بحارة البحرين وتستهدفهم في أرواحهم وأرزاقهم معاناة الصيارين البحرينيين في ما يحصل لهم هناك يعري هذا النظام خصوصا في المجال الحقوقي هناك سلوك عدواني هناك قطعا للأرزاق سواء للصيارين أو حوائلهم هناك إطلاق نار تهديد للأرواح هناك في من توفى وهناك من تم جرحه لا تزال لدى السلطات القطرية 47 قرار بحريني تم احتجاز أكثر من 2153 صياد هناك 56 قارب بحريني هذه الاعتداءات المتواصلة عبارة عن قرصة بحرية واستهداف ممنهج للصيارين البحرينيين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر